ثملت وزيرة تخطيط وتنمية الاقتصادية والتعاون الدولية رانيا المشاط الشركات الوثيقة بين مصر والبنك الدولي أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في المنظومة المالية الدولية وكذلك بنك التنمية الإفريقية مشيرة إلى الجهود المبزولة بين الوزارة والبنكين وتنسيق المشترك مع الجهات الوطنية من أجل دفع جهود التنمية وتمكين القطع الخاص جاء ذلك خلال فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيورك حيث التقت المشاط برئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا ورئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي أكينومي أديسينا والرئيس التنفيذي لمؤسسة روكفيلر الدولية غير الهدف للربح راجف شاه